قيود تمييزية جديدة تحاول السلطات المحلية والسياسيون في لبنان فرضها على عشرات آلاف الأطفال من اللاجئين السوريين من شأنها أن تؤدي إلى حرمانهم من حقهم في التعليم وفق ما أفادت منظمة Human Rights Watch المنظمة الحقوقية استشهدت بمدونة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الثامن من تموز يوليو الماضي على منصات التواصل الاجتماعي والتي دعا فيها وزارة التربية والتعليم في لبنان أن تشترط على جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025 وفي نفس السياق أصدرت بلديتان لبنانيتان في تموز يوليو وآبا غسطس من العام الجاري بيانات تشترط حيازة الأطفال السوريين على إقامات لبنانية من أجل التسجيل في المدرسة المنظمة ذكرت أن بسبب العقبات البيروقراطية والمعايير الصارمة المفروض على تجديد تصريح لإقامة لبنانية حصل فقط 20% من اللاجئين السوريين على وضع إقامة صالحة وذلك بعد أن علقت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين التسجيل الرسمي للاجئين السوريين في 2015 التزاما بقرارات الحكومة اللبنانية Human Rights Watch دعت الجهات المانحة الأجنبية التي قدمت مبالغ كبيرة للتعليم في لبنان أن تضغط على الحكومة للالتزام بتصريح وزير التربية والتعليم عباس الحلبي لصحيفة لوريان لوجور في الثالث عشر من أغسطس آب 2024 التي أكد فيها أن الوزارة ملتزمة بالمبدأ الأساسي لاتفاقية حقوق الطفل وأن جميع الأطفال سيسجلون في المدارس في لبنان بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني وبحسب المنظمة الحقوقية أنه على مدى سنوات تحمل اللاجئون السوريين في لبنان الذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف شخص خطابا معاديا ومؤذيا يحملهم مسؤولية الأزمات المتعاقب على البلاد ما أدى إلى التمييز ضدهم والعنف والترحيل الجماعي